نجح فريق اليمن المشارك في البطولة العالمية للروبوت والدكاء الاصطناعي فيرسيت جلوبل 2021 في إطلاق نموذج القمر الصناعي كوبسات يمن في مجال التحديات التقنية التي يشارك بها في البطولة الافتراضية التي شارك فيها 176 دولة من مختلف دول العالم في مجالات تحدي الحلول والسوشال ميديا والتحديات التقنية كنا في بداية البطولة كان الفريق منفصل إلى نصفين فريق في محافظة عدن وفريق في محافظة حضرموت كنا نتواصل مع بعضنا البعض عبر برنامج الزوم أو عبر برنامج الواتساب وقمنا بعمل كثير من التحديات إلى أن قاء وقت التحديات التقنية واضطرنا أن نسافر من عدن إلى حضرموت لكي يكتمع الفريق وقد اكتمعنا وقمنا بعمل الكثير من النشاطات رغم الصعوبات التي واجهها خاصة في قل الظروف السيئة التي تعيشها البلاد تصدر فريق بلادنا جدول الترتيب من دنطلق البطولة خلال العشرة أسابيع الماضية بعدد تسعة مشاركين من محافظة حضرموت وعدن في تحديات ومنافسات البطولة التقنية المركزة على علوم العصري ومهارات القرن الحادي والعشرين واقعنا العديد من المشاكل في عملية إرسال الكيت والأدوات الهندسية إلى دولة اليمن فمن ولاية المتحدة مرت عبر سلطنة عمان إلى محافظة حضرموت في دولتنا كان الكيت عبارة عن نوعين وهو الكيوب سات وروبوت الار اي ايفين ومن روبوت الار اي ايفين يصنع ثلاثة روبوتات ابتكارية وفق معايير معينة ترسلها منظمة فيلت جلوبل أما الكيوب سات فهو عبارة عن نظام يتبع نظام روبوت اردوينو ويتم رسالة القمر الصناعي إلى الفضاء مشاركة فريق بلادنا تحت إشراف قسم الروبوت بقطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم وأكاديمية الموهوبين بمدينة سيئون ممثل منظمة فيرست جلوبل في اليمن تمثل إصرارا على تحقيق النجاح رغم العقبات التي واجهتهم في ظل تجاهل رسمي لدعم هذه الشريحة من الموهوبين والمخترعين الذين يحضون بأولوية الدعم في الدول الأخرى برنامج أسبوع البلد عبد المجيد بغريصة حضر موت